المدارس هدف لحرب الميليشيا التدميرية ضد اليمنيين ومقدراتهم الأمر يتجاوز حدود الاتهامات الدعائية لميليشيا مسلحة بالصواريخ والأحقاد على الجميع لم تدع ميليشيا الحوثي الإنقلابي عبر مسيرتها القرآنية المزعومة مجالا للشك في كل ما ينسب إليها من فضائع منذ قررت الإنقضاض على العملية السياسية السلمية في البلاد العام 2014 فمنذ ذلك الحين أقدمت هذه الميليشيا على تدمير عشرات المدارس والمعاهد والجامعات معيدة إلى الأذهان إرثا من العدائية الممنهجة ضد العلم والمتعلمين يأخذ كل شيء بالعقل فكرنا مدرسة هناك مدارس مدرسة وثنين خزانات ومتوصلت لها سلاف بدينا وصلها فتيل سلاف كان هناك مخزان وصلاحة مستقبل هناك خارج سياق العقل ينفذ هؤلاء مهمة تدمير المدارس مدرسة ومعها يطال التدمير خزانات المياه والطرقات وكل مظاهر الحياة في أحد معارك حراض عاثر الجيش الوطني المرابط في المنطقة العسكرية الخامسة بحوزة صريع من ميليشيا الحوث الإنقلابية على هاتف نحو تسجيلا مرئيا يختزل قصة التدمير الممنهج الذي تقوم به الميليشيا للمدارس ومقدرات المجتمع في محافظة حجة الواقعة إلى الشمال الغربي من البلاد في هذا الفيديو يظهر مختص ميليشياوي بالمتفجرات وهو يشرح كيف يمكنه أن يوفر المزيد من أجهزة اللاسلك المستخدمة في التفجير عن بعد دون مكتراث للقيمة المادية والحياتية والمعرفية للمنشآت التي يتم تفجيرها كهذه المدرسة وخزاني المياه التابعة لإحدى قرى مديرية حرض لم يبقى من هذه المدرسة الابتدائية التي يعود عمرها إلى عقود مضت إلا هذا الركام كما لم يبقى من خزانات المياه بجوارها سوى هذا الحطام فأي هدف حقق الحوثيون من وراء جريمة الحرب هذه ثمان مدارس دمرت بالكامل من أصل ثمانية عشر مدرسة تعرضت للتدمير الجزئي خلال الفترة القليلة الماضية في مديريات حيران وعبس وميدي وحرض التابعة لمحافظة حجة الأمر ليس منفصلا عن نهج الميليشيا الذي يبدو أن تدمير المدارس كان بالنسبة لها هدفا أصيلا طيلة الفترة الماضية من زمن الحرب وهدف كهذا دفع بالميليشيا إلى الإعازي إلى عناصرها بالتموضع المقصود في المدارس ما جعلها هدفا مباشرا لقصف طيران التحالف في ذروة تدخله الجوي خصوصا في بداية الحرب العلم العمومي ليس أحد أولويات الميليشيا ليس في زمن الحرب فقط بقدر ما يشكل امتدادا لسياسة سوداء جرى نبشها من ماضي الإمامة التي قبرها اليمنيون منتصف القرن الماضي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة